طيب أنا معي من نيويورك بوب كيتشن نائب رئيس قسم الطوارئ لدى لجنة الإنقاذ الدولية وبالتالي أهلا بك وبالتالي أسأل هنا ما الذي يمكن فعله الآن في ظل هذا الكم الكبير من الضحايا ومن المصابين ومن شلل المنظمات الإغاثية والأونر وكل ما يتعلق بالعمل الإنساني أول ما يجب أن يحصل هو قرار مجلس الأمن أو المتحدة الوقف المباشر لإطلاق النار لدخال المساعدات هذا أمر مهم جدا يجب أن يحصل حالا وستطلبهم كافة الدول الأعضاء والقوى الإقليمية لفرض الضغط من أجل تحقيق ذلك بعد ستة أسابيع من القتال مليون وخمسمائة ألف نازح وعدد مجهول من القتلى لكن أكثر من 11 ألف القتال يجب أن يتوقف إذا ما أردنا إيصال المساعدات الإنسانية لا نستطيع إيقاف الموت ولكن نستطيع أن نخفف المعاناة إذا ما سمحوا لنا بالدخول هل ممكن تعطينا نبذة عن لجنة الإنقاذ الدولية التي أنت بها رئيس قسم بها؟ كمنظمة نحن نستجيب لنزاعات حول العالم منذ أكثر أو حوالي 90 عاما إلى الآن نحن تواجدون في حوالي 40 دولة حول العالم من ضمنها عبر الشرق الأوسط حيث كنا طرفا أساسيا يستجيب الاحتياجات الإنسانية في العراق وسوريا ونحن الآن بانتظار سمحنا بالدخول إلى غزة لتخفيف المعاناة على الأرض لدينا العقاقير والأدوية بانتظار دخول ونوفر الدعم للشركاء على الأرض والذين هم يستجيبون ولكن الأشياء يجب أن تتغير الآن من أجل توسيع نطاق الدعم الضروري جدا على الأرض ويجب أن يبدأ ذلك بوقف أطلاق النار هل عرضتم على إسرائيل أنكم تريدوا الدخول ورفضت؟ نحن جزء من مجتمع إنساني واسع يتعاون مع كافة أطراف النزاع نتواصل مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة ونعمل مع الشركاء الذين يتواصلون مع السلطات الإسرائيلية والسلطات على الأرض ما يجب أن يتغير هو أنهاء القتال والعملات العدائية لكي نتمكن أو يسمح لنا بالدخول إيصال المساعدات الإنسانية في حد ذاته مقيد بسبب أعداد المعابر المفتوحة والأبء الذي يتحمله معبر رفح من مصر إلى غزة الذي يواجهه مع مئات الشاحنات التي تنتظر الدخول وعمليات التأجيل والتعطيل تؤثر على عملنا وتعرقلنا وإدخال تلك الأعداد القليلة يقيد قدرة شركائنا على نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة المساعدة مئات الآلاف من النازحين بسبب هذه الحرب يعني أمين عام الأمم المتحدة كان يقول أول مرة يشاهد أكبر عدد من الضحايا الأطفال يعني ستة آلاف ضحية من الأطفال وخمسة آلاف من النساء وبالتالي لأي حد هذا الرقم قابلته بخبرتك الكبيرة في عمل لجنة الإنقاذ الدولية؟ لكي نكون واضحين علاوة على هذه الأرقام التي ذكرتها على عدد الأطفال المغتولين يجب أن نكون واضحين بأن غزة حالية من أكثر الأماكن دموية ومميتة على ككب الأرض وأربعة أضعاف القتل في السابعة الستة الماضية مقارسة بأي مكان آخر غريب منه وهي أوكرانيا والمسألة الأخرى هي أن جنوب غزة الذي يشار إليه على أنه المنطقة الآمنة الذهاب إليه هي ثاني أخطر أو أكثر مكان دموية في العالم مقارنة بشمال غزة فالمكان خطير جدا للمدنيين أنا لم أشهد في السنوات الآخرة هذا المستوى من العنف وتأثيره على المدنيين بهذا الشكل الجسيم أشكرك بوب كيتش نائب رئيس قسم الطوارئ لدى لجنة الإنقاذ الدولية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا للصوم